وإذ تسجل الجزائر بكل اعتساس الموقف المبدئي والثابت للحركة المؤيد لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير فإنها تدعو الدول أعضاء لمواصلة هذا الدعم الثمين لا سيما في ظل الظروف الحساسة التي تمر بها القضية الصحراوية جراء عدم تمكين الأمم المتحدة من إنجاز مهمتها إذ يتسمى الوضع حاليا بإنسداد أفق السلام فإننا ندعو الأمم المتحدة ومجلس الأمن على وجه الخصوص لتحمل مسؤولياته كاملة والعمل على إعادة المصاري الأمم إلى طريقه بما يكفل للشعب الصحراوي ممارسة حقه في تقرير المصير